اشتركوا في القناة ومعه مبلغ مالي هام نظرا لخطورة هذا الاعتداء اسرع الى عين المكان العميد الاقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراد ابو العواطف كان معه عدد من مساعده كان الضحية ملقى على الارض وقد تحلق حوله بعض موظفي الوكالة البنكية وكثير من الفضوليين كان مغمى عليه قال شاهد من موظفي الوكالة البنكية ان الذين هاجموه ثلاثة ملثمون استعملوا بخاخا مخدرا للسطو على الكيس الذي كان يحمله تعذر استجواب الرجل وتم نقله على عجل الى المستشفى علم العميد ابو العواطف من القائمين على الوكالة البنكية ان مجموعة ما كان يحمله الرجل محاسب شركة النهضة مليون وخمسمائة الف درهم علم ايضا ان المبلغ كان يتكون من اوراق من فئة مئتي درهم لم تستعمل من قبل وقد توصلت بها الوكالة من بنك المغرب منذ يومين كانت المعلومة ذات فائدة هامة بالنسبة للبحث فقد طلب العميد الارقام التسلسلية التي كانت ضمن الرزم التي تسلمها المحاسب عصر ذلك اليوم استعاد محاسب الشركة الوعي زره في المستشفى العميد ابو العواطف كان ما فاه به الرجل يتطابق تماما مع تلك المعلومات التي حصل عليها العميد من مسؤولي الوكالة البنكية في الحقيقة لم يكن في تلك المعلومات ما يمكن من التعجيل بالقاء القبض على الجنة وعلى مدى عدة ايام تواصل البحث نظمت عمليات تطهيرية وتم استجواب عدد من المشبوه فيهم ولم يتسنى الوصول الى شيء بدى الجنات الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء وقد تبخروا او ابتلعتهم الارض شهرا بعد ذلك الاعتداء الذي وقع في جليز تحديدا في التاسع والعشرين من يوليوز من العام عشر والفين توصلت مصالح الامن باشعار من الشركة التي تتولى التدبير المفوض للنظافة تبلغ فيه عن اكتشاف جثة بشرية في مزبلة سوق الخضر والفواكه بباب دكالة فجر ذلك اليوم كان احد عمال النظافة بصدد جمع كومة من النفايات اذ وقع على كيس يحمل آثار دم لما فتحه فاجأه وجود اعضاء بشرية كان اكتشافا رهيبا على عجل تحرك الى باب دكالة والي امن مراكش والواكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من معاينة اولى للكيس تبين ان الامر يتعلق بجثة رجل شاب تم تقطيعها تلقى العميد ابو العواطف التعليمات من الواكيل العام للملك بمباشرة اجراءات نقل تلك الاعضاء البشرية الى المستودع البلد للاموات والعمل على تحديد هوية القتيل في عين المكان عدا ذلك الكيس الملطخ بالدم لم يتم اكتشاف اي شيء اخر انتقل العميد ابو العواطف الى المستودع البلد للاموات كانت قد مرت ساعتان على نقل تلك الاعضاء البشرية الى المشرحة ولما وصل كان الطبيب الشرعي قد وضع كل محتويات الكيس على طاولة التشريح وقد ثبت من خلال المعاينة ان كل تلك الاعضاء تعود الى رجل واحد كان شابا ابيض البشر قوي البنية وكانت موشومة على ذراعيه عدة رسوم لافاعي وعقارب وعلامات اخرى مبهمة قدر الطبيب الشرعي ان يكون الرجل في العقد الثالث من عمره وانه قتل قبل اقل من 24 ساعة كما استنتج انه حاول مقاومة قاتله او قتلته كانت تقديرات مجرد تقديرات بينما كان على العميد ابو العواطف ان يستجلي حقيقة الرجل ويتحقق من هويته ولذلك طلب رفع بصماته لحسن حظ محققين فان اصابع الجثة المقطعة كانت تتيح رفع بصمات واضحة ثلاث ساعات بعد ذلك لم يكن الشاب مقطع الاوصال نكرة صار له اسم وسجل كامل من المعلومات تخصه فما ان عرضت البصمات على قاعدة البيانات حتى نطقت بان الامر يتعلق بمغربي ذكر اسمه الحسين الخلوي من مواليد مراكش في العام 84 تسعمائة والف نطق سجله ايضا بانه ذو سوابق وان اخر عقوبة حبسية قضاها صدرت ضده في العام خمس والفين وكانت مدتها خمس سنوات قضاها في سجن علي اموم الذي غادله في الحادي والعشرين من مارس من العام عشر والفين عدل جثة المقطعة للحسين الخلوي كان في ذلك الكيس الذي اكتشف في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة قميصان وسروال كانت ملابس بها بقع دم لوحظ انها ليست من مقاس شخص واحد في الامر ما يسترعي الانتباه ويستفز الفضول كانت المعلومات التي توفرت حول القتيل الحسين الخلوي تحيل المحققين على الفترة التي قضاها في سجد علي اموم انتقل المحققون الى هناك كان الهدف التعرف الى الاشخاص الذين تقاسم معهم الزنزانة وعلى وجه التحديد اولئك الذين كان يميل اليهم او يميلون اليه اكثر كان المحققون يركزون بحثهم على السجناء المنحدرين من مدينة مراكش ولم تكن المهمة صعبة ضمن قائمة حملت عدة اسماء لسجناء سابقين وحاليين استوقفت اهتمام الباحثين ثلاثة اسماء لسجناء سابقين كانوا قد ادينوا في عمليات اعتداء على اشخاص بغرض سلبهم ما كان بحوزتهم او لاسباب تمس الاخلاق بعد الاستماع الى الثلاثة لم يثبت للمحققين ارتباطهم بمقتل الخلو ولذلك اخلي سبيلهم وانظلوا تحت المراقبة وهي مهمة اوكلت الى متخرجين حديثا من المعهد الملك للشرطة لم يكونوا معروفين لدى الجمهور الواسع بدت التحريات وكأنها تسير باتجاه طريق مغلق كانت التحقيقات مستمرة منذ اسبوعين الان دون ان تلوح في الافق اشارة ما الى قرب الوصول الى قاتل او قتلة الحسين الخلوي ولم يكن في سياق تلك التحريات ما يشير الى وجود صلة ما بين جثة مزبلة سوق الخضر في باب دوكالة وعملية السطو التي وقعت منذ نحو شهر ونصف الشهر عند باب وكالة بنكية في جيليز كانت الصحف المحلية تبدي اهتماما كبيرا بالجريمتين وكانت مصالح الامن تتعرض لضغط شديد وكانت مقالات الصحف تشدد على تزايد قلق الساكنة ازاء تفاقم الجرائم وتتحدث عن انعدام الامن في جهات كثيرة من مراكش كل ذلك كان يمثل ضغطا شديدا على المصالح الامنية خاصة وعلى السلطات المحلية بشكل عام في ولاية الامن بمراكش كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية مفتش قضى في الخدمة ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما وكان سيحال على المعاش بعد اشهر بنهاية العام عشر والفين ومع انه لم يكن مشاركا في التحقيق حول جريمة القتل وتقطيع الجثة التي تعرض لها الحسين الخلوي فانه كان يتابع اصداء التحريات دافعه في ذلك حسه المهني القوي ذات صباح تقدم لدى العميد ابو العواطف وطلب تمكنه من اعادة الاستماع الى احد السجناء السابقين الثلاثة الذين تقاسموا الزنزانة مع الخلوي في سجنع لامم وافق العميد في النهاية ليس هناك ما يمكن خسارته في ذلك اليوم احضر الرجل الى مكتب المفتش العرب الغوي كان السجين السابق يعرف المفتش الغوي كما ان المفتش كان يعرفه لفرط ما تعاطى مع قضايا تورط فيها استمع اليه ثلاث ساعات وقد استشعر ان السجين السابق يخفي معلومات ما ورجح ان يكون سبب تكتمه الخوف ولذلك قاده الى مكتب العميد الاقليمي مراد ابو العواطف ولما مثل امامه طلب المفتش من العميد ان يطمئن السجين السابق بانه لن يأتي ذكر لاسمه في التحقيق ان هو افضى بكل ما لديه كان العميد يأمل ان يتيح تدخل المفتش الغوي منفذا لتقدم التحقيق ولذلك وافق على ان يحتفظ باسم الرجل طي الكتمان اذاك نطق السجين السابق قال ان الحسين الخلوي الذي عثر على جثته مقطعة في مزبلة السوق كان شديد العطف على سجين مغربي كان قد تم ترحله من فرنسا الى المغرب لقضاء عقوبة حبسية بعد ان ادين في عملية سطو على احدى المؤسسات البنكية في باريس اسمه خالد خالد المرزغاني علم المحققون بعد ان زاروا من جديد سجنع لاموما ان خالد المرزغاني بعد ان غادر السجن توجه للسكن مع والدته في حي رياض الزيتون بمراكش ومع ان المفتش العرب الغوي اثبت للمحققين الشباب ان الخبرة تتيح اشياء تبدو احيانا متعذرة او عسيرة المنال فانه نفسه لم يكن لحظتها يعلم انه وضع التحقيق على مسار لم يكن حتى العميد الاقليمي ابو العواطف يتوقع ما سيحمله من مفاجآت لم تكن التحريات قد احدثت ثغرة حقيقية باتجاه الوصول الى قاتلي او قتلة الحسين الخلوي الذي عثر عمال النظافة على جثته مقطعة داخل كيس بلاستيكي في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش فجر التاسع والعشرين من يوليوز من العام عشر والفين وجاء تدخل المفتش العرب الرغوي الذي كان سيحال على المعاش خلال اشهر بنهاية العام عشر والفين لتمنح التحقيق نفسا جديدا فقد طلب اعادة الاستماع الى سجين سابق كان يتقاسم الزنزانة مع الخلوي وبعدما طمأنه بحضور العميد الاقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش بان اسمه لن يذكر نطق السجين السابق بمعلومة هامة اذ قال ان الحسين الخلوي وقد كان ذا قوة وبأس ومهابا بين السجناء كان يعطف على سجين مغربي كان قد رحل من فرنسا لقضاء عقوبة بالسجن من خمسة اعوام بعد ادانته في قضية عملية سطو على وكالة بنكية في باريس كان الشاب يدعى خالد المرزقاني وعلم المحققون بالعودة الى سجله في سجن علي اموما انه مزداد بنواحي وارززات وانه بعد ان غادر السجن ذهب للسكن مع والدته في الرياض زيتون بمراكش علم الباحثون ان المرزقاني والخلوي غادر السجن في الشهر نفسه اي في شهر مارس من العام عشر والفين توجه المحققون الى حي الرياض زيتون بالمدينة العتيقة كانت والدة خالد المرزقاني تسكن بالرقم ستة وثلاثين في زنقة الفقراء كانت المهمة التي تولى الاشراف عليها الضابط الممتاز احمد البودريسي تتمثل في مراقبة منزل وتحركات خالد لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليها كانت ضباط الذين اوكلت اليهم عملية المراقبة قد تعرفوا الى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من ادارة السجن علي اموما بعد ثلاثة ايام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وابنائها الثلاثة منها لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج تبعه احد الباحثين توجه الى زنقة الجزارين هناك فتح باب منزل قديم لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود الساعة العاشرة صباحا واثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين ان خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده وان ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة لما خرج خالد توجه الى موقف السيارات القريب رآه الذي يقتفي اثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع سجل الضابط ارقامها كان طبيعيا ان يتم البحث في خلفيتها تم عرض ارقام تسجيلها على المصالح المختصة وتأكد ان السيارة في ملك خالد المرزغاني وانه اشتراها قبل اسبوعين من رجل اسمه بعز المنقوش يسكن في مدينة بنجرير كان على الباحثين ان يزور المالك السابق للرباعية الدفع كان عنوانه مدونا في ملف السيارة لما قابلوه علموا منه انه باع تلك السيارة الى خالد المرزغاني بمائة الف درهم وانه لم يسلمها اليه حتى انهى اجراءات تسجيلها في اسمه سأل احد الضباط الرجل عما اذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا ام انه دفع بواسطة الشيك ضحك بعز باستخفاف وقال انه حين يتعلق الامر بشخص لا يعرفه فانما يسر على ان يكون الدفع نقدا وامعانا في التفصيل قال بعز للضابط ان خالد اتاه باوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة مئتي درهم استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز احمد البدريسي وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جليز ان اللصوص وكانوا ثلاثة سطوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله مليون وخمسمائة الف درهم سأل الضابط الرجل عما اذا كان ما زال محتفظا بتلك الاوراق النقدية ضحك بعز مرة اخرى قال انه تأكد من سلامة الاوراق النقدية وانه اودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الاخر في المنزل لادارة تجارته في السيارات المستعملة طلب الضابط من بعز ان يأتيه بواحدة من تلك الاوراق واخرج من حافظة نقوده مئتي درهم قال له انه يريد استبدالها لم يمانع الرجل دخل الى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة مئتي درهم لم تستعمل من قبل لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الاقليمي مراد ابو العواطف ابلغه بما وصل اليه ثم طلب منه ان يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها اوراق المئتي درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليز كانت المفاجأة كبيرة لقد صار المحققون شبه جازمين بان خالد المرزغاني واحد من اللصوص الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب صار لدى المحققين ايضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الاوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دوكالة تقرر القبض على خالد المرزغاني جمع العميد ابو العواطف في مكتبه اعضاء فريق المحققين وابقى على المراقبة لصيقة بالمرزغاني لقد بيّنت التحريات ان عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا ولذلك فان العميد الاقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزغاني دون ان يعرض حياة اعضاء فريقه لخطر كبير لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزغاني على سلاح الناري تم تكوين ثلاث فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته كان على الفرقة الاولى التي تتكون من ستة افراد ان تحتلأ اسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزغاني في زنقة الجزارين كان على الفرقة الثانية وتتكون ايضا من ستة افراد ان تقوم بعملية المداهمة وكانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من عشرة افراد كان عليها ان تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في شوار المنزل تم تحديد السادسة من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزغاني كان المؤذن ينادي الى صلاة الصبح حذاك التاسع والعشرين من غشت لما اخذت كل فرقة مكانها في السادسة تماما تم اقتحام المنزل بوغت خالد المرزغاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها لم يترك له مجال للمقاومة او حتى الكلام تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل لاحظ الضابط الممتاز احمد البودريسي وجود اكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي اسمنت وفأسا ومسحاتا في بهو المنزل وكأن اشغالا اجريت حديثا في المكان نزع احد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد في احدى الغرف داخل خزانة بالية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليز كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق على الفور تم ابلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الايجابية التي حققتها مداهمة منزل خارد المرزغاني انتقل العميد ابو العواطف الى زنقة الجزارين كما حضر الوكيل العام للملك وطلب حضور افراد من مصلحة الصيانة بالعمالة وصدر الامر بحفر المكان الذي بدى وقد اجريت به اشغال حديثا كان المرزغاني يلتزم الصمت يتابع ما يجري بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان كانت جثة رجل في الثلاثين من العمر وكانت تحمل عدة اثار لطعانات بادات حادة بامر من وكيل الملك تم اخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت الى مستودع الاموات لتشريحها سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي الى اخذ بصمات الجثة وتبين ان القتيل يدعى جليل العبد وانه من مواليد مراكش في العام واحد وثمانين تسعمائة والف كما انه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن لاموما بمراكش علم المحققون انه غادر السجن عشرة اشهر قبل الافراج عن خالد المرزغاني ولاثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الاوصال في باب دوكالة والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين تم اخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد وارسلت الى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقاع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة بعد يومين جاءت النتائج مؤكدة ان الدماء تعود الى خالد المرزغاني والحسين الخلوي وجليل العبد الثلاثة كانوا معا وشاركوا في عملية السطو على المئة وخمسين مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا اخر ايقن المحققون ان خالد المرزغاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة لديهم الان ما يكفي من الادلة لتطويقه مر خالد المرزغاني الى الاعتراف حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا الى حيث هربه بعد ان طلق امه حكى كيف تركه للشارع ولقدره وكيف احتضنته اوساط الجريمة في باريس وكيف صار مجرما الى ان تم ترحيله الى المغرب قال انه بعد ان غادر سجن علي امم كان يقوم باعتراض سبيل المرة يسلب منهم اموالهم تحت تهديد السلاح وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخالوي واتفق على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك اخبره الخالوي بانه يعرف موظفا في احد البنوك كان من الزبناء المواظبين على احدى الحانات وكان سكيرا ثرثارا وقد علم منه ان الرجل ما ان يشرب كأسا او كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من اسرار وقد علم منه ان كثيرا من الزبناء يسحبون اموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون اي اجراءات امنية ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ احيانا مليون درهم كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة كان المرزقاني والخلوي بحاجة الى ثالث يساعدهما ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي وكان رفيقا لهما في السجن وقد اشترط عليه ان لا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع وافق اعترف خالد المرزقاني بانهم لما تمكنوا من سرقة مبلغ تولى اخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه لما باشروا القسمة انقلب عليهم العبدي اذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما اشتد النقاش وعلى الصراخ نهض العبدي وتوجه الى المطبخ وكان اقوى الثلاثة بنية عاد وفي يده سكين هددهما ولكنهما تصدى ياله جرده خالد من مديته وصوب اليه طعنة قوية في البطن هوى على الارض يصرخ قال خالد انه خاف ان يفتضح امرهم فوجه اليه طعنات اخرى في جهات مختلفة من جسمه كتمت انفاسه لما مات لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه كان الحسين الخلوي قد اصيب في يده بجرح عميق كان يتألم يصرخ من الالم دار في ذهن خالد انه لو تخلص منه لال اليه كل المال لم يتردد وجه الى صاحبه طعنة في الظهر بعد لحظات كان قد فارق الحياة يحكي خالد انه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة مضى بها الى باب دكالة والقى بها في المزبلة بقية القصة علمتموها تم تقديم خالد المرزغاني امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة اجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العام عصر العاشر من يوليوز من العام عشر والفين وكان يوم السبت تلقت قاعة المواصلات بولاية امن الدار البيضاء مكالمة من رجل قال انه من سانديك العمارة واحد وخمسين مائتين والف بشارع الزرقطوني ابلغ الرجل عن رائحة كريهة تنبعث من احدى شقق العمارة لم يستبعد المتكلم ان تكون رائحة جثة متحللة قال ان حارس العمارة طرق باب الشقة اكثر من مرة ولكنه لم يتلقى ردا قصد العميد محمد العمري الى العمارة المذكورة كانت الشقة خمسة وعشرين توجد في الطابق الخامس وهي في ملك مواطن مغربي مقيم في فرنسا اوكل امر كرائها الى مكتب للمعاملات العقارية يوجد في ساحة محمد الخامس قال حارس العمارة انه حاول الاتصال بالوكالة العقارية ولكنها كانت مغلقة للعطلة السنوية ولذلك فان السانديك اضطر الى الاتصال بالشرطة طرق العميد العمري باب الشقة لا من مجيب اتصل بممثل نيابة العمى المكلفة بالمداومة كانت التعليمات تقضي بان لا يتسرع في اقتحام الشقة وان يبدأ باجراء بحث يشمل سكان الشقق المجاورة لمعرفة من يتردد على تلك الشقة وبعد الاستماع الى عدد من الجيران علم من احدهم انه رأى مرة مساعد البقال اسفل العمارة المجاورة وهو يغادل الشقة بعد ان ادخل اليها بعض الاشياء نزل العميد الى محل البقالة كان صاحب المحل غير موجود لحظتها ترك له العميد العمري رقم هاتفه طالبا ان يتصل به فور حضوره طلب من حارس العمارة ان يبقى يقظا ثم عاد الى مقر ولاية الامن في السابعة مساء ابلغ بان صاحب محل البقالة ينتظر زيارته انتقل فورا الى شارع الزرقطوني علم من البقال ان الشقة مستأجرة من قبل رجل من الرباط يشغل وظيفة مهمة وانه يأتي اليها من حين الى اخر ليمضي بها بعض الوقت ثم يغادر قال البقال ايضا ان الرجل المهم يوكل اليه في كثير من الاحيان ان يحمل الى الثلاجة فواكه ومشروبات وانه كان قد ترك له نسخة من مفتاح الشقة على الفور طلب منه العميد ان يحضر المفتاح ويرافقه الى الشقة لما فتح الباب صارت اقوى تلك الرائحة المنبعفة من الشقة دخل العميد ويده على انفه في الغرفة الوحيدة في تلك الشقة الصغيرة بجوار المطبخ والحمام تم اكتشاف جثة امرأة شابة على الفراش كانت عارية وقد بدأت تتعفن كانت بلامح وجهها توحي بانها قضت اختناقا عينها جاحظتان امر العميد ان تبقى في الوضع الذي وجدت عليه سارع الى ابلاغ نائب وكيل الملك الذي امر بمباشرة المعاينة وباتخاذ كل ما من شأنه ان يحافظ على معالم الجريمة لاحقا حضر نائب وكيل الملك وتم انتداب مصلحة مسرح الجريمة والطبيب الشرعي للقيام بالخطوات الاولى على طريق البحث عن حل للغز الجثة تم نقل الجثة الى مستودع الاموات بعد اربع ساعات كان الطبيب الشرعي يحاول انطاقها في حين تمكن خبير مسرح الجريمة من اكتشاف عدة اثار لبصمات كانت واضحة بما يكفي بصمات في غرفة النوم وفي المطبخ وفي الحمام ايضا رجح الخبير ان الحمام يحتفظ باثار ما اعتقده المعركة الاخيرة للضحية من اجل البقاء كان الستار البلاستيكي للحمام قد اقتلع من مكانه تب العثور عليه ممزقا فوق الفراش في غرفة النوم حصل العميد العمري من البقال على رقم هاتف الرجل الذي يكتر الشقة كان يدعى عباس الفارسي في الواقع وجد البقال نفسه في موقف لا يحسد عليه فهو يتوفر على مفتاح شقة وجدت بها جثة امرأة والى ان يثبت العكس فهو مشتبه فيه وحتى يبعد عن نفسه الشبهة فانه ابدا حرصا شديدا على التعاون مع المحققين والى اقصى حد ممكن كشف للعميد العمري ان رجلا اخر اسمه علي الشلواطي يتردد ايضا على تلك الشقة قال ان الرجلين رغم كونهما تخطي منذ زمن بعيد زمن الصبا والشباب فانهما كان يستعملان الشقة مكانا للقاء بنساء يقضيان معهن لحظات حميمية قال ان الواحد منهما لما يكون قادما الى الشقة يتصل به ويطلب منه ان يزود الثلاجة بالفواكه والمشروبات كان قد اتفق معه ان يترك الباب مواربا لما سأله العميد رد البقال انه لا يعرف النساء اللواتي كن تأتين الى الشقة كن تتسللن اليها دون ان تثرن الانتباه اضاف انه موقن ان الامر لا يتعلق ببائعات الهوى بل بنساء حريصات على ان لا يعلم احد بما كن تقمنا به اتصل العميد هاتفيا بالسيد علي الشلواطي وطلب منه الحضور الى شقة شارع الزرقطون بعد اقل من ساعة كان الرجل حاضرا فاجأه وجود سيارات الشرطة اسفل العمارة كان يبدو خائفا اخذه العميد الى المكتب المخصص لاجتماعات السانديك اكد له انه يتقاسم الشقة اعباء كرائها واستعمالها مع صديقه السيد عباس الفرسي علم العميد ان الرجل يعمل مدير احد الاقسام في احدى الوزارات في الرباط قال علي الشلواطي انه لا يعرف المرأة التي عثر عليها ميتة في الشقة وانه لا علاقة له بها وكان احد الاعوان قد رافق الشلواطي الى المشرحة حيث تعرف على المرأة قال ان صديقه عباس عباس الفرسي كان يتخذها خليلة منذ بضعة اشهر استنتج العميد ان الصديقين كان يحرصان على ان لا تلتقي النساء اللواتي يقيمان معهن علاقات كان الرجلان وقد اقترب من الستين شديد الحرص على ان لا يفتضح امرهما كثيرات من النساء اللواتي اقام معهن علاقات كنا في عمر بناتهما اكد علي الشلواطي ما قاله البقال بشأن الكيفية التي تتسلل بها النساء الى الشقة كان على العميد ان يستمع الى الشريك الاخر في الشقة عباس الفرسي حصل على رقم هاتفه الشخصي من البقال اتصل به ولما اجاب طلب منه الحضور الى مقر ولاية امن الدار البيضاء لامر يهمه لم يرد العميد ان يخبره هاتفيا بالموضوع كان الرجل يتحدث بنبرة فيها تعال واضح رد على العميد بلهجة حادة هدده بانه سوف يتصل بوالي الامن ليشكوه اليه لانه تجرأ على ازعاجه بينما هو في عطلة نهاية الاسبوع اذاك ابلغه العميد بان صديقه علي الشلواطي متورط في جريمة قتل راحت بحيتها امرأة عثر على جثتها في شقة شارع الزرقطون بالدار البيضاء ابلغه ايضا بان صديقه الشلواطي يزعم ان المرأة كانت صديقته هو وعليه ان يحضر الى مقر ولاية الامن للاستماع اليه كان العميد العمري يسمع انفاس الفارسي الذي صمت لحظات كادت تطول بعدها خفف من حدة خطابه اعتذر عما صدر عنه وطلب من العميد ان يمهله الى الغد قال انه بصدد اعداد ملف يتعين عليه ان يقدمه الى الوزير كانت سنوات العمل الطويلة قد عودت العميد على حدة الخطاب واحيانا الجرأة الخارجة عن حدود المقبول التي كان يقابل بها رجال الامن من اشخاص يظنون انهم فوق كل شبهة وان مناصبهم تحميهم من المتابعات لما انهى مكالمته مع الفارسي وقف بباب المكتب عون من مصلحة التشخيص القضائي كان يحمل جذاذة تخص هوية المرأة التي اكتشفت جثتها في شقة شارع الزرقطوني اسمها عتيق بن الراجي من مواليد فاس في الخامس والعشرين من مارس من العام ثمانين تسعمائة والف مهنتها مضيفة طيران تعمل لحساب شركة فرنسية عنوان اقامتها حيبو سيجور بالدار البيضاء توصلت مصلحة التشخيص القضائي بولاية امن الدار البيضاء الى تحديد هوية الجثة التي تم اكتشافها في عاشر يوليوز من العام عشر والفين في شقة بعمارة تقع في شارع الزرقتوني مساء ذلك اليوم وقف بباب مكتب العميد محمد العمري عون من مصلحة التشخيص القضائي وبيده جذاذة تخص الضحية في نهاية المطاف تسنى رفع بصمات الجثة وان بصعوبة بالنظر الى الحالة التي كانت عليها نذكر ان ما اثار الانتباه الى وجودها في الشقة نطقت البصمات بهوية صاحبتها يتعلق الامر بعتيق بن الراجي وهي شابة من مواليد فاس في الخامس والعشرين من مارس بل العام ثمانين تسعمائة والف تقيم في حي بوسي جور بالدار البيضاء ومهنتها مضيفة طيران كانت تعمل لحساب شركة فرنسية مر بنا في حلقة امس نشقة شارع الزرقتوني كان يكتريها رجلان احدهما يشغل منصب مدير مصلحة في احدى الوزارات واسمه عباس الفرسي اما صديقه الذي يقيم بالدار البيضاء فاسمه علي الشلواطي كانت التحريات التي قام بها الباحثون على رأسهم العميد العمري قد افضت الى ان الرجلين عباس وعلي يتعاملان مع بقال اسفل العمارة المجاورة للعمارة حيث توجد الشقة علم العميد انهما كان يستعملان الشقة خمسة وعشرين الموجودة في الطابق الخامس بلا العمارة لقضاء اوقات حميمية مع خليلات لا يبدو انهن من بائعات الهوى المحترفات كان الرجلان لما يرغبان في استعمال الشقة يتصل الواحد منهما بالبقال فيطلب منه تزويد ثلاجة الشقة كان قد اتفق معه ان يترك الباب مواربا بعد ان يضع البضاعة في الثلاجة اذاك تتسلل الواحدة من تلك النسوة الى الشقة دون ان تثير الانتباه كان البقال في موقف حرج صار من المشبوه فيهم اذ اكتشفت لديه نسخة من مفتاح الشقة ربما كان الحال اهوا لو تعلق الامر بسرقة او ولكنه يتوفر على مفتاح شقة عثر بها على جثة امرأة هذا الموقف جعل البقال يبدي تعاونا كاملا مع المحققين كان يسعى جاهدا الى الانفلات من نطاق الشبهة صباح اليوم التالي الاحد كان العميد على موعد مع عباس الفارسي وكان الاخير قد سعى الى تسخير علاقاته بما يوفر له نوعا من الحماية وفي سبيل ذلك اتصل بمدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل الذي اتصل بممثل النيابة العامة بالدار البيضاء واوصاه خيرا التهاون في تطبيق القانون مثل هذه المساعي لم تكن بالامر الجديد بالنسبة للعميد العمري كان العميد يعي حساسية الموقف الذي يوجد فيه السيد عباس الفارسي ولذلك كان حريصا على تفادي تسريب الخبر الى وسائل الاعلام وصل الرجل في الموعد المحدد تبدل خطابه بين امس واليوم صار لبقا بل ان ملامحه كانت تعبر عن نوع من الاستعطاف سأله العميد عن صلته بعتيق بن الراجي ولكنه عوض الاجابة عن السؤال مباشرة راح يشرح حساسية الموقف الذي يوجد فيه ويتساءل عن الذي سيحدث لو علمت زوجته وابناؤه وبناته في النهاية اقر بانه كان يتخذ عتيق خليلة منذ بعض الوقت وانه في المرة الاخيرة التي التقاها تركها كدأبه في الشقة بعد ان ضاجعها كان متفقا معها على ان تغادر الشقة بعد ان يكون هو قد انصرف منذ فترة حتى لا يثير الشبهات كان يطلب ابعاده عن قضية القتل ولكن العميد اجابه بان بصماته موجودة في كل مكان في الشقة وذكره بانه لا يحق له ان يغير شيئا في الملف لما استمع الى اقواله طلب منه التوقيع على المحضر وبعد ان تم اخذ عينة من دمه لاحالتها على المختبر وادعه وطلب منه ان يبقى على استعداد للمثول فور استدعائه لم يتم وضع عباس الفرسي رهن الحراسة النظرية ظهر ذلك الاحد في المستودع البلد للاموات بشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الضحية كان العميد محمد العمري وهو يغالب الارهاق الذي يعانيه يتابع عملية التشريح مرحلة بمرحلة وقد اكدت نتائجها الاولى الفرضية التي نطق بها الطبيب الشرعي عند معاينته الاولية للجثة تأكد الان ان المرأة الشابة عتيق بن راج انما ماتت اختناقا خنقها قاتلها بستار الحمام الذي عثر عليه ممزقا بالقرب من الفراش حيث انتهت مضيفة الطيران جثة بلا حراك قال الطبيب الشرعي ان عتيق تعرضت للخنق اثناء استحمامها وان جثتها تحمل اثار علاقة جنسية اخضعت لكشت مهبلي واحيل السائل على المختبر للتحليل اكدت مصلحة التشخيص القضائي ان من بين البصمات التي اكتشفت في الشقة بصمة لسيد عباس الفرسي كان رقم بطاقة تعريفه الوطني كافيا للتحقق من ذلك فقد تفاد العميد احالة الرجل على التشخيص القضائي لاخذ بصماته قرر عباس ان يمضي ليلة الاحد الى الاثنين في ضيافة صديقه وشركه في الشقة علي الشلواطي في تلك الليلة لم يغمض للرجلين جفن ظل يتدارسان كل الاحتمالات ويفكران في كل الحلول الممكن منها والمستحيل كان عباس الفرسي الموظف السامي يعلم ان العميد قد يستدعيه في الغد للمثول امامه من جديد من الامور التي ظلت تحير العميد محمد العمري ان فريق مسرح الجريمة لم يعثر في الشقة على اثر لبصمات البقال بالرغم من انه اقر باده كان يدخل الشقة وينقل اليها طلابيات علي الشلواطي او عباس الفرسي تبدر الى ذهن العميد احتمال ان يكون البقال كان يستعمل القفازات عندما يلج الشقة او انه حرس على محو كل اثر لدخوله اليها ولذلك قرر زيارته من جديد في محله في ساعة متأخرة من مساء الاحد وبينما كان في الطريق اليها تلقى مكالمة من مدير مختبر التحليلات ابلغه بان ما استخرج من مهبل الهالكة يمثل سائلين منويين احدهما لعباس الفرسي والثاني لشخص غير معلوم لما وصل طلب العميد من البقال ان يشخص امامه كيف كان ينقل الطلابيات ليضعها في الثلاجة وكيف يغادر الشقة جاءت اعادة التشخيص مطابقة تماما لما سبق ان اقر به الرجل كان يتناول مفتاح الشقة الذي يضعه في الدرج حيث يضع المال المتحصل من تجارته يأخذ البضاعة المطلوبة ثم شقة يفتح الباب يتوجه الى المطبخ ويضع البضاعة في الثلاجة ثم يغادر تاركا الباب مواربا في طريق العودة رافق العميد البقال ولما وصل المحل لاحظ العميد وجود مساعد للتاجر لم يكن قد رآه من قبل كان شابا يقوم بتنظيف المعروض من الخضر سأل عنه البقال فاكد له انه مساعده تقدم العميد من الشاب وسأله عن من يكون قال انه من اقرباء البقال يساعدهم منذ عدة اعوام في ترتيب البضائع وتنظيفها كما انه يحمل الطلابيات الى منازل عدد من الزبناء لاحظ لحظ العميد ان الشاب يرد على الاسئلة بسرعة لافتة للانتباه وكأنه اعدها من قبل وكأنه توقع الاسئلة التي تطرح عليه وحتى لما سأله العميد اين كان في تلك الليلة التي يفترض ان عتيق بن راجي تعرضت فيها للقتل رد الشاب بشكل شبه الي انه كان في عطلة وذهب الى المدينة متفسحا في شوارعها لم يكن يتوقع ان يسأله العميد عما اذا كان هو من زود ثلاجة الشقة خمسة وعشرين ذاك المساء رد الشاب بالنفي بالنسبة للعميد فان الرجل من حيث لا يدري اكد انه دخل الشقة من قبل صار الان في قائمة المشبوه فيهم شخص جديد هو مساعد البقال امر العميد بنقل البقال ومساعده الى المفوضية للتحليل بعد تدوين اقوالهما في محضرين اخلى سبيلهما وطلب منهما ان لا يغادر محل البقالة في ساعة متأخرة من الليل اول عميد الى فراشه ولكنه لم يستطع النوم اذ ظلت القضية تشغل باله في الصباح اتصل بمدير المختبر يستعجله نتائج التحليلات كان الاخير قد توصل بها لتوه ابلغه بان السائل المنوي المجهول الذي استخرج من مهبل الجثة انما هو لمساعد البقال المدعو موسى النقور صار ضروريا الان اخضاع موسى لاستنطاق جديد لما احضر فاجأه العميد بسؤاله عن المرة الاخيرة التي زار فيها الشقة المعلومة اجاب كما في الاستجواب السابق بانه لم يزورها يوم تعرضت عتيق للقتل سأله عن محل سكناه فقال انه غالبا ما يبيت في الدكان وان كان يستأجر غرفة في عمارة بحيم ليرشيد قال انه لا يذهب الى تلك الغرفة الا حين يكون في عطلة يقتضي التحقيق تفتيش تلك الغرفة انتقل معه العميد الى حي مولي رشيد اخضعت الغرفة الى تفتيش دقيق لم يظهر ما يفيد البحث وفي لحظة اخيرة نظر العميد في كأس من البلاستيك كان في الحمام كانت به شفرات حلاقة مستعملة ومقص ومفتاح تناول العميد المفتاح لم يكن به صدأ بالرغم من رطوبة المكان سأل العميد موسى عن المفتاح فادعى انه لا يتذكر مصدره رأى العميد ان المفتاح جديد وقد يكون نسخة استحدثت من وقت قريب لما عاد الى المفوضية قارن ذلك المفتاح بالمفتاح المحجوز والذي كان في حوزة البقال كان متطابقين نقل موسى الى الشقة وتم احضار البقال تم استعمال المفتاح المحجوز والذي كان لدى البقال ففتح الباب ثم تم استعمال المفتاح الذي عثر عليه في سكن موسى ففتح الباب اتصل العميد بعباس الفارسي وابلغه بما جد في القضية قال له ظهر ما يبعد عنك جناية القتل ومع ذلك فانه يتعين عليك الحضور الى المفوضية مصحوبا بزوجتك للاستماع الى شكايتها المحتملة في شأن الخيانة الزوجية التي تظل متابعا فيها ادلى موسى النقور باعترافات مفصلة قال انه لاحظ تردد نساء حسناوات على الشقة 25 وقبل بضعة اشهر تمكن من استنساخ المفتاح كان يستغل الشقة للقاء بفتيات اغلبهن من الخادمات في تلك العمارة لما لما رأى عتيقة انتظر ان يذهب عباس الفارسي ولما انصرف تسلل الى الشقة كانت عتيقة في الحمام باغتها حاول الانساك بها من الخلف قاومت قاومت بقوة امسك بستار البلاستيكي للحمام وخنقها به كفت عن المقاومة جرها الى الفراش ضاجعها وتركها ملقاة دون غطاء ثم غادر المكان كان العميد على موعد صباح الثلاثاء مع عباس الفارسي وزوجته لاقفال الملف ولكنه لم يأتي في الموعد اتصل به على هاتفه المحمول لم يكن يجيب ولما اتصل به في مكتبه اجابته الكاتبة قالت انه مات امس في حادثة السير علم العميد لاحقا ان عباس الفارسي لم يتقبل ضرورة احضار زوجته الى المفوضية كان يخشى الفضيحة كانت القضية تهيمن على كل حواسه لم ينتبه وهو يسوق سيارته على الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء انه يسير بسرعة مائة وثمانين كيلو مترا في الساعة في لحظة حاول تجاوز شاحنة ولكنه تنبه الى ان سيارة اخرى كانت بصدد التجاوز استدمت سيارته بمؤخرة الشاحنة لم يتبقى منها سوى صندوق الامتعة والكراسي الخلفية اشتركوا في القناة وشكرا اشتركوا في القناة